خلينا نبدأ من جزئية تفاقل الجماهير بالمدرب الجديد ولو حضرتك دخلت على تويتر حتلاقي أن الأهل رقم 4 trending والناس كلها متفاقلة بيقولك إحنا معاك وفي كده رغبة بأن الموسم الجديد يبدأ ويبقى قوي ونشوف روح الأهل تاني ونشوف الأهل اللي احنا نعرفه اللي فات ده ما كناش نعرفه بصراحة تقلبات وتغيرات وإصابات وأي حاجة قاتت في الآخر كانت كتير بس على كل حال ده في الماضي بنبدأ إن شاء الله فترة جديدة وقارة جديدة خالص ومدرب جديد تماما واسم البعض لحد دلوقتي قال لك آه يعني أجمع على أن سيفي جميل ربما لو قرناه بأسماء كانت قبل كده يقول لك لا يمكن الأفضل القرى السويسرية أو التجربة السويسرية مع النادي الأهلي كانت نكحة جدا ففي تفاقل كده رؤيتك للمشهد دلوقتي لأن لا يمكن أسأل كابتن حشيشة أو أي حد متفائل بكالر ولا لأ ولا حتقيمه لنا زين مستحيل نعرف دلوقتي بس قراءتك للمشهد سوفار زي ما بتقال بص أنا والده طبعا النادي الأهلي مر بظروف صعبة خلال الشهور اللي فاتت منها طبعا يعني قصار بطولتين منهم بطولة طبعا المحببة للدور العام وطبعا كل الخبراء وكل الناس وإحنا أجمعنا أن هي كانت نتيجة لظروف المسابقات في مصر وتلاحهم المباريات والإجهاد والعيبة كالتعبانة وعلى فكرة دي حقيقة يعني أحنا ما كناش بنبرر للنادي الأهلي لأن النادي الأهلي كان من بداية البطولة قبل ما يحل التعب واللي هو يوصل لحد الإعياء كان النادي الأهلي متصدر عن أعرب المنافسين برقم كبير من النقاط والنادي الأهلي اللي خسر وعايز أقول أن حتى اللي كسب البطولة هو مكسبش النادي الأهلي لو نرى على مدار المبارتين مكسب نادي الأهلي وتعادل فحتى اللي كسب البطولة نتيجة لأن النادي الأهلي خسر مباريات نتيجة زي بقولك الإعياء وما كانش فيه يعني الصف التاني أو النشئين اللي هم مراحيين اللي قدروا يعوضوا ولو 50-60% من بعض المراكز اللي هي انهاكت تماما ومنها مثلا علي معلول السولية حمدي فاتحي الشناو كانش لسه برضو فيه النشئين وده طبعا اللوم كان على فترة من فترات على موسمان أنه كان بيلعب بحوالي 14-15 لعيب وأهمل بقية اللعيبة تماما وفيه لعيبة يعني خلوهم يرحلوا برضو كانت أعتقد كان السبب الرئيس أنهما دلوقتي ممكن يمشوا لأنه ما خدوش الفرصة الكافية أنهما يقدروا يظهروا مع أنهما كانوا ما نادي الأهل اتعاقد معهم كانوا جايين مثلا حسام حسن كان هدف الدوري نادي الأهل جاب وكل الدنيا كان بيتخاني عليه وهو فضل نادي الأهل وجهه إنما ظروف المبارات ما كانش أنه هو يلعب فبالتالي مستوى نزل فما جيه خد فرصة بقى فوسط المعمع وفوسط الضغط العصبي كان مش تمام فهي مشكلة النادي الأهلي فعلا حقيقة يعني أنه فعلا لعيبة كانت مجهدة عشان كده أنا بقول للناس الناس كلها لازم تتفائل لأن القصة جماعة مش مسألة انتداب أو أنها مثلا تعمل تدعيم للفرقة زي ما الناس بتقول تمانية لعيبة أو تسعة لعيبة أو عشرة لعيبة لا ما اللعيبة اللي موجودة دي هي اللي كان من فترة قرابة قوي جابت بطولات كثيرة جدا صحيح جابت إفريقيا كذا مرة وجابت دوري وجابت كاس وجابت بطولات كثيرة وثالث عالم فهي هي اللعيبة إنما اللعيبة دي فعلا إحنا قلنا قبل كده المقولة بتاعتي دايما إن اللعيب الناشئ اللي ما عندهش خبرات خالص أحسن من اللعيب النجم الكبير الدولي بس مش قادر وتعبان فمن هنا الناس ابتدت بقى تتفائل به الفترة اللي جاية والنادي الأهلي طبعا على مدار التاريخ عودنا أنه هو بعد ما يبقى فيه أزمات كده شوية اللي انطلاقة بتحصل لمدة إن شاء الله أكتر من موسم بدأت طبعا بترتيب الأوراق كان لازم ترتيب أوراق خلال الفترة اللي فاتت ننسى طبعا الفترة الانتقالية بتاع سوارش راجل جاي ونلغط النهاردة ما قدرش أحكم عليه إذا كان كويس أو وحش بس هو جاي في ظروف صعبة بالنسبة له وبالنسبة لنا برضو كان اللعيبة الأساسية كلها خدت رحات خلاص وبتالي يلعب بالصف الثالث والناشئين فطبعا ما تقدرش تحكم عليه والراجل كمان ما كانش عنده فرصة إن هو يلعب أو يدرب لأنه كان بلعب يرايح يومين ويلعب الماتشة بس كان ممكن